أعلن برنامج الأغذية العلامي التابع للأمم المتحدة إنهاء برنامج مساعدات الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا اعتبارا من بداية العام المقبل ما ينذر بكارثة معيشية جديدة في البلد المنهك اقتصاديا تفاصيل أكثر حول هذا القرار الأممي مع زميلنا هنا في السوديو محمود الواوي أهلا بك محمود مساء الخير السيد شكرا لك من سيء إلى أسوأ هي الأوضاع المعيشية في سوريا التي سحقت الطبقة الوسطى فيها بشكل كامل وبات مجتمعها منقسم بين ثراء فاحش وفقر متقع وعند الأخيرة أي طبقة الفقر المتقع لا تأتي المصائب فرادة فمن ساهمت المساعدات الإنسانية ببقائه حيا على مدار السنوات الماضية سيجد نفسه بدون أي عون بداية العام الجديد بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا اعتبارا من بداية العام المقبل 2024 حيث قال البرنامج في بيان له أن نقص التمويل لن يسمح له بالاستمرار في العمل بسوريا منوها إلى أنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية ولكن بتدخلات أصغر وتوجيه أكبر وبحسب الموقع الرسمي للبرنامج فإنه كان يقدم شهريا مساعدات غذائية تصل إلى 5.6 مليون شخص في سوريا من خلال الحصص الغذائية أو القسائم النقدية لشراء الطعام للعائلات كما يوفر لأطفال المدارس في جميع أنحاء البلاد وجبات غذائية خفيفة ويعملوا على الوقاية والعلاج من سوء التغذية للأمهات والأطفال وأكد برنامج الغذاء العالمي الشهر الماضي أن 12.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا بعدما أعلن بداية العام الجاري أن سوريا باتت تعاني من مستويات قياسية في الجوع يأتي إعلان البرنامج في وقت تعيش فيه الأغلبية العظمى من سكان العاصمة دمشق تحديدا أسوأ أوضاع معيشية على الإطلاق منذ اندلاع الحرب في العام 2011 بسبب موجات ارتفاع الأسعار المتتالية تدهور يقابله غياب حكومي كامل بحسب خبراء قالوا أن حكومة دمشق لم ترسم خططا من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية كم منحة رواتب تتناسب مع الأسعار الحالية مثلا؟ أو توفير المواد الأساسية بأسعار مقبولة ومع مرور سريع على لغة الأرقام فإن الموظف من الدرجة الثالثة كان يتقاد 300 دولار قبل الحرب في حين أن موظف الدرجة الأولى يتقاد اليوم 15 دولارا وهي إشارة كافية ووافية على تدهور الحاصل في الختام فإن عاما صعبا يطل على السوريين بملامح أكثر بؤسا وقهرا وسط مخاوف من انتهاء حقبة الجوع وبداية أيام المجاعة هذا ما لدينا أساسا شكرا محمود شكرا جزيلا لك شكرا نكمل هذه بقية الأخبار لمدينة تاوى الكندية بينضم إلينا المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي دكتور أسامة أهلا بك هذا التوصيف الذي رصد زميلنا محمود الواوي هنا في الستوديو عن هذه الأزمة الاقتصادية الكبرى يعني كيف يمكن التعامل معها أولا؟ مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام الحقيقة الرقم الذي ذكره أنه فعلا كانت الوامن المتحدة وبرنامج غزاء العالمي يدعم 5.6 مليون سوري لكن هذه انخفضت في 13 مايو العام الماضي إلى حوالي مليونين ونصف وظلت تخفيضات مستمرة لآخر تخفيض كان منذ فترة قريبة كان سابع تخفيض على التوالي ثم انتهوا إلى وقف هذا البرنامج بشكل نهائي هذا معنى المزيد من العوز والفقر والجوع وخاصة الذين تقطعت بهم السبل سواء اللي بالمخيمات المقيمين والنازحين داخل سوريا وسواء اللي على مستوى كل سوريا 12 مليون اللي هن فعلا يعانوا من الأزمة الغذائية وسواء اللاجئين في لبنان والأردن اللي هن حرموا من القسائم اللي كان تعطيهم لحتى يحسنوا يعيشوا بتحت حد الكفاف بكتير لكن على الأقل كان ممكن تسد رمق جوع طفل هنا أو عجوز هناك المسألة بعد أن وصل السوريون إلى أن يكون 95% منهم تحت خط الفقر تأتي الأمم المتحدة لتقول لهم يعني نحن نعتذر لن نستطيع الاستمرار لأن تعهدات الدول تتعهد بمبلغ وتدفع أقل من الثلث يعني أنت تتعهد تخرج علينا مؤتمرات الإغاثية لتقول 6 مليار دولار ثم بعد فترة يخرج علينا مندومون الأمم المتحدة ليقولوا يا أخي الناس لم تدفع هذه الدول لم تدفع ولا 30% من حصتها التي تعهدت بها وسجلت على الشعب السوري أنه والله في فلا مؤتمر تعهدوا بـ 6 مليار لكن الحقيقة أنه لم يصل إلا الثلث وأحيانا أقل من الثلث تدعيات هذا القرار قرار وقف برنامج الأغذية العالمي دكتور تراه سياسيا أم المؤسسة المنظمة نفسها عاجزة كثرة المشاكل وكثرة المساعدات لا شك أنه أولويات الدول الآن مختلفة في عندهم أوكرانيا والآن فلسطين وكان فيه باليمن حتى اليمن البرنامج أعتقد توقفه بشكل مؤقت للبرنامج الغذاء هذا من ناحية لكن الحقيقة يمكن تكون روسيا سعيدة بهذا بهذا الخبر لأنه ما بقى فيه داعي ليمددوا قرار معبر باب الهوى لمرور مساعدات الأممية فبينتهوا من تمديد هذا القرار كل ستة أشهر هذا من ناحية لكن الحقيقة أنه مع وقف هذا البرنامج ومساعدات الأمم المتحدة يجب باعتقادي أن تقوم القوى مناطق النفوذ بدورها ومسؤولياتها يعني نحن في سوريا ثلاثة مناطق نفوذ لم يعد هناك سوريا للمشاهد غير السوري لم يعد هناك سوريا كما كانت تعرف بالخريطة لأن عنا ثلاثة مناطق لدينا روسيا منطقة نفوذ روسية فيها إيران والنظام وهي 63% من سوريا على روسيا وإيران أن تقوم بهذه المهمة وتوصل النفط والماء والغذاء كدولة نفوذ وكذلك تركيا عليها أن تقوم بإطعام هؤلاء لأن هذه ضمن منطقة النفوذ التركية والولايات المتحدة تحكم 24% من سوريا هذه منطقة نفوذة عليها أن تقوم بمسؤولياتها تجاه هذا الشعب لا يمكن لا يمكن لدول العالم أن لا يدفع بحل سياسي حقيقي ثم لا يقوم بمسؤولياته حتى الإغاثية حتى يقوم الناس يعني هذه نوع من الإبادة الجماعية الحقيقة للسوري أنا أشكرك المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة شكرا جزيلا لك